عم تتخلص اسرائيل من النواب الداعمين لفلسطين بالكونجرس الامريكي ايباك 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 اهي كوري بوش نيبة ديمقراطية بولاية ميزوري مع فلسطين خسرت الانتخابات التمهيدية للحزب الثلاثة وهيدا واسلي بيل محام الدعاء مع اسرائيل ربح بالانتخابات التمهيدية بعد ما اشترت له ايباك الفوز تبرعت ايباك لحملة بيل باكتر من 8 مليون دولار وتبنت تخسير كوري بوش بالانتخابات هيتاني مرة بتدخل ايباك بانتخابات الكونجرس التمهيدية هاي السنة بحزيران خسر النائب الديمقراطي المؤيد لفلسطين جمال بومن بوج جورج لاتمر المرشح لدعمته ايباك حطت ايباك 15 مليون دولار لتخسر جمال السباق على مقاعد كوري بوش وجمال بومن كانوا اغلى سباقين بتاريخ انتخابات الكونجرس خصصت ايباك 100 مليون دولار لتخسر نواب ديمقراطيين بانتخابات هاي السنة الهدف الرئيسي لأيباك هو جماعة السكواد يلي بينتموا الى كوري وجمال السكواد هي مجموعة تقدمية بتضم 9 نواب يساريين مثل أليكساندرا أوكازيو كورتاز ورشيدة طلاب وإلهان عمر وجريك كسار عم تحاول ايباك تتخلص من أعضاء السكواد حتى تأمن تقييد الكونجرس عطول لشحنات الأسلحة والسياسات الدعمة لإسرائيل ايباك هي عبارة عن لوبي إسرائيل بأمريكا تاريخيا تدعم ايباك كل المرشحين المقايدين لإسرائيل بس من 2021 بلش تمو المرشحين لتضمن طرد النواب يلي بينتقدوا إسرائيل من الكونجرس ايباك عمليا هي جناح لناتانياهو حكومته المضطرفة والواضح أنه انتخابات الكونجرس هاي السنة بين ثلاث أحزاب جمهوريين، ديمقراطيين، والليكود